السلام عليكم ورحمة الله احنا بدأنا الرحلة السلام في رمضان في المحطات التلاتة في رمضان بدأنا التلت الأول اللي وطلت الرحمة وتكلمنا عن العيش في كنف رحمة الله سبحانه وتعالى ووده عشان نسلم من أموهمنا اللي بتفسد علاقتنا ومعاملتنا مع الله سبحانه وتعالى فعيشنا في سلام عنوانه الكبير البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ودخلنا في التلت الثاني التلت المغفرة وده تلت السلام اللي بيكون في علاقتنا مع الناس وتكلمنا عن أشياء كتيرة ومحتاجين نسلم منها ومحتاجين نستغفر منها كمان مش بس نسلم منها محتاجين نستغفر منها في علاقتنا مع أحبابنا وعلاقتنا بالحوالينا وتكلمنا عن قيم لما بنعيش بيها وبنعيش معاها بتطيب قلوبنا وعلاقتنا بتتطور وكمان بنتهيأ ان احنا نعيش في جنة الاولى قبل جنة الاخرة فيه سلام بقى اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة بيخلينا نقدر ندوق حلاوة ان احبابنا نعمة ورزق وتجلي من تجليات ود الله لينا وحبه لينا ايه السلام ده سلام من اهم مميزات السلام ده ان هو بيحسسنا مع الناس اللي حوالينا ومع احبابنا بالامان ويملانا كمان معاهم بالامتنان سلام النهاردة سلام خاص قوي ساعات مش هيقدر عليه غير الناس اللي بتتأهل لي وعشان كده عايزكم تركزوا معانا عشان السلام ده كان من احب السنن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل الصحابة مع ما كارم اخلاقه كل الصحابة تعلقوا بحب رسول الله السلام ده هو سلام التغاضي 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 يا سادة هو قدرة بتكون عند الانسان انه هو يتجاوز الاشياء السلبية والاشياء غير مرغوبة وما يردش عليها باشياء سلبية بل يستطيع انه يحتويها فالتغاضي طيب وبلسم للعلاقات قيمة كده بتلين القلوب وتخلي القلب الكاره حبيب ويمكن فيه علاقات اتمتنت وبقت علاقات رشيدة وجميلة بسبب التغاضي قيمة بتخلي العلاقة اقوى وامتن وادوم ليه طيب عشان علاقة ما فيهاش منغرصات بس هل ممكن علاقتنا تكون فيه منغرصات بتخلينا تنغرص علينا التغاضي ده اكتر حاجة ممكن تنغرص علينا وتخلي قلوبنا مش قابلين التغاضي ده او احنا مش قادرين على التغاضي ده انه يكون في قلبنا القافة دي قافة ايه قافة ان احنا نقف للناس على الوحدة نقف لبعض على الوحدة اللي يا قافة ايه القافة اللي بتتحول بيتحول فيها النقد بالدال الى النقد بالضاد يعني ايه بيتحول ابداء الرأي ومحاولة النصيحة والملحوظة بتتحول الى هد وإلى هدن ده ممكن يحصل ده طبعا ممكن يحصل ده فيه ناس كتيرة هو واحد نسي ان هو يجيبي الحاجة وهو جاي اللي قالت له عليه مراته فتبقى مشكلة ضخمة ما تعديش ومع انها دي واحدة بس يوقفت له على الوحدة هي كانت مضوضة فتعصبت فبقت مشكلة انت عليت صوتك فبقت مشكلة وما انتهتش الاولاد كانوا بيعبروا عن رأيهم قاعدين على الغدى او على العشاء فاعبروا عن رأيهم في موضوع بثقافتهم الجديدة فاعتبر الاهل ده اللي تأدب وعدم احترام فبقت مشكلة الاب لما شد على الاولاد في حاجة من باب المحبة اعتبروا الاولاد ان هو رفضهم وبيقلل منهم ومش شايفهم وهو في الحقيقة شايف ان هما حاجة ولا تساوي كل ده كل واحد من دولة الاولاد الزوج الزوجة واقفوا البعض على الوحدة احنا نهاردة مش بنتكلم عن الخطوط الحمرة اللي محتاجة واقفة من الناس مش بنتكلم عن ده مش بنتكلم عن حد شرب مخدرات مش هنتكلم عن حد شرب خمرة مش هنتكلم عن البنت بتعمل سلوك مش رشيد احنا نتكلم على الامور اللي الناس كتيرة بتستهلك نفسها وتستهلك الاخرين فيها بنقول ان الناس تستهلك نفسها وما تقفش لما يكون فيه اذى حقيقي لا احنا بنقول ان الناس بتستهلك نفسها لما تقف لما يكون فيه حاجات ما تستعقش الوقوف لكن احنا بنتكلم عن التغاضي في الامور الحياتية اليومية اللي بتحصل ما بين الحبايب ما بين الناس وبعضها اللي بيعيشوا مع بعض عيشة المفروض تكون عنية لكن بالموقوف على الوحدة ده الحياة بتبقى كريهة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من طبيعا يحسن الحسن ويتغاضى عن القبيح ركن من اركان اي علاقة هو الامان والتغاضي امان عايز تخلي حد يحبك ويعيش معاك في امان تغاضى ليه طيب حبيب امن حبيبه بانه ما يقفلوش على الوحدة بانه لو اخطأ عارف انه هو مش هيدبح عارف انه هو مش هيتحط في النوتزون مش هيفضل يتعاير بالغلط طول حياته ومش هيفضل حد بيعد عليه الاخطاء ويحسبها له ويراكمها له بانه مش هيقلل منه ومش هيقل في نظره وانه محبته هتفضل في قلبه زي ما هي ما يتعلقش بيه ازاي وما يحسش بالامان معه ازاي التغاضي علامة من علامات ان العلاقة مبنية على محبة حقيقية صادقة ما بين الطرفين من غير لفردانية ولا انانية التغاضي بيخلي الناس حسين ان هم اندمجوا حسين ان هم مشيء واحد حسين ان هم بيعيشوا مع بعض حياة واحدة لكن لما يحس بقى كل واحد بفردانيته ويحس ان العلاقة مش نفعة كده اكيد كل واحد بيروح في سكة ويحس بعض الناس ان العلاقة جاي عشان تسعده تسعده هو الوحد وبس فلو حبيبه اخطأ واعتذر له وقال له انا اسف ان اتعصبت عشان كنت مضغوط يقوله ايه فيقوله وانا مالي وانا مالي اه وانا مالي هو انا اتقلمت ولا ما اتقلمتش بدل اتقلمت خلاص وانا مالي لا الطرف المتغاضي مش بيعيش على انه محور العلاقة انت مش محور العلاقة لكن عينه دايما اعلم معاه عينه دايما اعلم معاه واللي حواليه عشان كده اتغاضى وكأنه بيطبق كلام حضرة النبي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحبه لنفسي دايما بيتفهم الطرف الاخر ويتفهم مصدر عصبيته ايه ويتفهم ديءه ويتفهم ليه حصله كده زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم تفهم تفهم الراجل لما جيه يتعامل مع رسول الله فحلم عليه فإيه اللي حصل فكانت النتيجة انه اسلم وكل التغاضي بيعمل في قلوب الناس كده بيردهم الى الحق بيخلي عينهم تفسر بيخليهم يشوفوا الحقيقة فلما تفهم غرض الطرف الاخر من اللي بيحصل كأنه وتحاول تغض الطرف عنه لما تفهم انه هو عنده عذره وتحسسه ان الامر وكأنه ما حصلش واوقات لما يحس ان عصبيته كان بسبب قلقه او انشغاله او حاجة يعمل ايه يروح يطمنه ويجبر بخطره كل ده اسمه التغاضي وجزء من توقع كل حبيب تجاه حبيبه انه هيصبر عليه يعني جزء من المحبة من مفهوم المحبة بيننا هو التغاضي ان كل واحد يصبر عالتاني كلمة كل واحد يصبر عالتاني يعني يا تغاضي انه هتفهمه ولو غلط ما يزعلش منه وما يقيمش الحد عليه وما يعملهوش موال كبير كل ده معنا التغاضي عند الناس المهم بقى انا في شخصيتي عشان احس بالسلام التغاضي بيعود علي بايه التغاضي من اهم علامات الاتزان مش بيبس الاتزان الاتزان والصمود النفسي والنضوج لان الاتزان ده والنضوج والصمود ده هو اللي بيخلينا نحط الحاجات في حجمها وان الحاجات اللي ما نوقفش عندها تكلفتها تبقى عالية في حياتنا ده انسان متزن عارفين التغاضي بينقذ الانسان من الاسراف وينفق الانسان من التبذير انه يبذر وقته ويسرف في وقته في حاجات ما لقاش لازمة وخاصة واحنا عارفين ان احنا كلنا مش ملايكة وان كل ابن ادم خطاء وخيره خطائينا التوابون ولا ايه لنا كده حضرة النبي وكأنه بيقول لنا ان الشرعة سيفتح باب التغاضي فالمتغاضي حقيقة الحقيقي مش بيتغاضي عشان يبين للي معاه العلاقة انه افضل منه فبيحس الطرف التاني انه بيتفضل عليه وانما اللي بيتغاضى بيتغاضى وهو بيحسس اللي قدامه بدون ان هو يعلم عليه الاكلة دي مليانة ملح وانا ساكتة هو لا 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 ما بيعملش كده لكن بيعمل ايه بيتغاضى تغاضي اخر التغاضي الاخر ده ممكن نشوفه مع حضرة النبي وكمان نشوفه مع قصته مع السيدة عائشة اللي محدش ممكن يكون التفت اليها بس هي قصة مهمة في شكل التغاضي يكون ازاي ده اللي علمونا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم واحنا بنتعلم حسن التغاضي من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يكون التغاضي الصحيح عارفين ستنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ان هي كانت لما سأل رسول الله ستنا مؤمن عنها قالت لا اعلم عنها الا كل خير الا انها تنام حتى يأتي الداجن فيأكل عجينها طب ديوا بدوا ان دي حاجة مكررة لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عمره منطقة ده ده احنا عرفنا الايه صديق امتى لما جت لما جت سؤال رسول الله سام في حادث الافك لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تغاضى عن ده مش بس تغاضى عنه كان ان هو يرجع وما يلاقيش اكل في البيت كان بيكون سبب ان هو يفتح باب عبادة فلما يدخل رسول الله سلم على عندكم من طعام يقولوا لا ما الطعام راح فين اكلوا الداجن لان السيدة عائشة كانت نائمة وجيت داجن واكل الايه واكل العجين فما فيش اكل فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه اني صائم في اي كلام في اي تعقيم في اي اضاح في اي تعليم ما حصلش لكن رسول الله سلم تغاضي فيتبقى التغاضي الحقيقي هو ايه هو التغاضي الارياحي اللي هو ايه التغاضي الارياحي هو رسول الله عارف الصفات كتيرة في السيدة عائشة اللي خلتوه لما سألوه من احب الناس اليك قال عائشة فيها صفات كتيرة والصفة دي فرسول الله سلم تغاضى وكأنه بيعلمنا تطبيق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرقوا مؤمنوا مؤمنات اذا كره منها وخلقا راضية منها الاخر خلاص تجاوز صلى الله عليه وسلم فبيعلمنا من التغاضي الحقيقي والتغاضي الارياحي ان انت تفوت وتعدي وكأنك ما فوتش في ناس بتحس ان التغاضي ده عبء عليها وعشان كده ما بيقدرش يعمل التغاضي الارياحي ده لكن عدم التغاضي هو اللي بيحول العلاقة الى عبء لما كل طرف بيحس ان التاني مستنينه غلطة التغاضي ده مفتاح من مفاتيح السعادة في العلاقات ليه؟ بيدخل اهم عناصر الايه؟ اهم عناصر المواد ده والرحمة اللي هي ايه؟ اللطف على الخفة في البيوت على ان البيت واسع والبيت مش سجن ولا البيت فيه نيابة عايتحقق لي طول الوقت فيها لا لا خالص ولما يكون الاب على سبيل المثال مثلا مش بيوقف على الوحدة تلاقي البيت كله بيحس ان الاب ده فكت البيت لما ييجي كله يجي يقعد معاه ويكلمه ويقوله انا مستنيك ويحسه ان حضوره عمل امان في البيت وعمل دفع ده قبل ادر يكسب قلوب اولاده زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ادر يكسب قلب سيدنا انس سيدنا انس بيقوله عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتغاضين صلى الله عليه وآله وسلم وده لقب لازم نحطه احنا بنتعامل مع حضرة النبي يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي افو انقط وما قال لي لشيء لم افعله الا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لما فعلته يعني لا ما قالوش ما معتبوش على حاجة خالص طب ايه اللي بيخلي التغاضي عندنا مليان بالصعوبة شوية حاجات عنا اذكر اهمها اهم حاجة اللي بيخلي الناس التغاضي تقيل عليها ان احنا بنعتبر في بعض الاحيين ان التغاضي ده نوع من انواع السازاجة فالمتغاضي مش سازج على فكرة المتغاضي شخص مش بينطلق في تغاضيه من الضعف والعجز لكن بينطلق من تغاضيه من باب ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فالمتغاضي بيتغاض عن سعة صدر عن حكمة ونور بصيرة وشهامة ورجولة فاذا المتغاضي ده جاي من القوة مش جاي من الضعف واذاك سيدنا الامام الشفعي بيقول رضي الله عنه الكيس العاقل هو الفطن المتغافل الكيس العاقل هو الفطن المتغافل السبب التاني ان الناس كتيرة ما بتحبش ان هي تتغاضى مفهوم الكرامة المغلوط اللي عندنا صحيح فيه كرامة من بين المحبين وفيه خصوصية لكن لما نحط الكرامة في كل حاجة صغيرة وكبيرة الكباة ما تحطتش في مكالها ما عرفش انت ما جيتش ما جيتش اول ما جيت سلمت علي ما عملتش كذا الوقوف على الوحدة كده وهو داخل تعبان وعايز يدخل بسرعة يرتاح او يحط اللي في ايديه او يدخل الحمام ده بتضيع المحبة الوقوف على كل صغيرة وكبيرة بتضيع المحبة مش بتزيد الكرامة لذلك اللي بيتغاضى بسهولة تلاقي كرامته عند قاله ليقول لا 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 ده من بيرضريش الزعل ما قدرش زعله بس ساعتها كرامته مبنية على ايه على المحبة كرامته مبنية على ايه على انه انسان مقدر والكرامة للكل اللي قوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم فاللي بيفوت الهفوات ده من غير ما يحس انه هو بيجي على كرامته ده الانسان الكريم الذي يفهم كرامة الاخرين السبب الثالث اللي بيخلي الناس ما تضغضاش اعتقاد الناس ان التغاضي بيدي فرصة للتمادي يعني ايه يعني انا لو تغاضيت الناس ايه اللي هيحصل هيزودوها مش بيخلي الناس ترتدع لو انا تغاضيت لا بيخلي الناس انا اسف التعبير تركب وزي ما ايه زي ما ايه عايزة تعمل بعد كده لكن بيخلي الناس على فكرة التغاضي الحقيقة بيخلي الناس تقدرك ويمتك في قلوبه متكبر لما الانسان على فكرة ما يتعودش على التغاضي عارفيني النتيجة تصل ليه انه بيستهلك نفسه بيستهلك احبابه في المواجهات وفي الصراعات وفي الخناءات وفي التحيات انا اعرف بيوت بتقضي ساعات طويلة في التحيات دي على فكرة عدم التغاضي اوقات كتيرة بيربنا ويرب اولادنا على فلسفة التربس والانتقام حتى في المواقف الصغيرة بطريقة انا تقلمت فهرد الالم بالألم واخد حقي اكبر فهرد الالم بالألم اكبر ويفضل الناس تعيش كده وكتير من الدراسات على فكرة الدراسات النفسية والاجتماعية اتكلمت على ان نزعة الرغبة في الانتقام بتطر صحة الانسان الجسدية والنفسية وبتعتبر الحاجات دي مؤشرات من مؤشرات الاكتئاب وان التغاضي والعفو من مؤشرات سعادة الانسان ونطجه واتزانه زي ما قلنا وبتصور لنا في افلام كتيرة وفي مسلسلات ان الانتقام سبيل الانسان للراح هيرتاح لما ينتقن لكن علماء النفس قالوا لا الانتقام مش بيخفف لهيه بالوجع لا ده بيزود لهيه ده جوه الانسان لانه بيحس بعدم الراحة لانه بيحس انه عمل فعل غير مناسب وفي نفس الوقت مرجع لهش اللي كان في الماضي فماء ما حصل بيحس الانسان اللي الماضي والموقف اللي حصل مادرش يتجاوزه وماء ما الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه من نعم عشان يطيب خطره ويسعده ومهما الطرف الآخر حاول يطيب خطره يفضل فاكر الموقف القديم وما يعدهوش في ناس كتيرة جدا جدا موصفين بان قلوبهم اصبحت قلوب سودة الحياة على فكرة لازم نقول للشخص اللي مش متغاضي الحياة مش ابيض وسود فيه منطقة الوان كتيرة انا ما بحبش اقول ان اللي ما بين الابيض والاسود هو الرمادي لا اللي ما بين الابيض والاسود الوان كتيرة ممكن تسعد بشر كتير وحبايبنا بشر من حقهم ان هم ما يختاروا الالوان اللي بيحبوها في الحياة وان افضل احوالهم ما بتكونش طول الوقت عشان كده لازم نراعي احبابنا في الهفوات والزلات عشان ما نفتحش على نفسنا ابواب الصراع واصدام ووجع ونفتح على ابواب نفسنا بالتغاضي ابواب السلام والود في العلاقة عشان نقدر نكون بين قدمين سعداء بنفسنا وسعداء بغيرنا فنسعد ونسعد وده وطا يحصل لما الواحد يكون واعي بذاته وعي حقيقي في ناس كتير مشكلتهم ان هم ما بيقوش وعيين بذاتهم وكتير من عدم التغاضي بيجي لان الانسان ما بيطورش نفسه وما بيطورش سقطه في نفسه ولا بيحاول يفكر بالحلول وممكن نتعامل مع المواقف الصعبة كمان بان هو ما يمارس التفكير الايجابي لكن هو لو مارس التفكير الايجابي وبتفكير حنون ممكن يصل الى التغاضي من اقرب طريق الكلام اللي احنا قلناه من شوية ده باب من بوابة العيش في تجربة التغاضي لكن انا اقول لكم اجراءات محددة ممكن تعملوها هذا الاحساس بان الكرامة تنقح علينا او ان انا خايف ان الناس تأذيني او ان انا مش هتغاضل ان التغاضل دي سازاجة لا ممكن نتخلص من كل ده بشوية امور اول امر نتخلص من ده بالتدريب على التحكم في الانفعالات وانا قبل كده قلتلكم لما الواحد يحس بالانفعال ممكن يقول الله بالمد كده عشر مرات عشان يقدر يضبط انفعالاته فكل ما حاجة تانية عيد تقييم حكمك على شخص ما انت شفت انه اذاك وحاولت تحط نفسك مكانه مش عشان تبرره اللي عمله ولكن عشان تتفاهم ده وفقه وتتفاهم ظروفه اعملك التدريب ده مرة كل يوم على حد حصل منه حصل منه ازية كل يوم هتلاقي التدريب ده لطيف وجميل وممكن يخلي حياتك اسهل بكتير تالت حاجة درب نفسك على رياضة التغاضي والتجاوز مش كل حاجة توقف عندها وشوف اثر ده على قلبك وعلى العلاقة بينك وبين الناس هتلاقي حاجة غريبة قوي هتلاقي وكأني جالك قلبي مع قلبك بقت دنيا واسعة وبقت بتشوف الحاجات بشكل تاني وبقت ايه اللي حاصل ابتسامتك ممكن ما تفرقش وشك رابع حاجة واحنا داخلين خلاص على العشر الاواخر وانت بتدعي حاول دايما ان انت تدعي بدعاء وانت بتدعي اللهم انك عفوه وكريم تحب العفو فعفو عنه اطلب من الله سبحانه وتعالى انه يلهمك يلهمك وينور قلبك بنور التغاضي ويذوقك حلاوة سلام التغاضي عن الناس وتبقى بتتغاضي عن الناس من اقرب طريق وممكن تدعي لله سبحانه وتعالى وتقول يا سلام يا من تملك باطني انزع اللهم تربصي ورغبة الانتقام من قلبي وابدلني بها تغاضيا يغسل فؤادي ويعلق قلبي بك وارى بها اهلي واحبابي بابا للدخول عليك لو عملنا كده هيتفتح علينا ابواب كتيرة وقال ربكم ادعوني استجب لكم حاولوا تحكونا عن تجربتكم وعملتم ايه لما عشتم في سلام التغاضي وازاي سلام التغاضي ده فتح عليكم باب من ابواب السعادة عن انتظر ان انتو تحكونا تجربتكم على صفحتنا صفحت بن نامج ولا تعسروا وبعد الفاصل نلتقي مع حضراتكم عشان نقرأ اسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحت بن نامج ولا تعسروا ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا رجعنا حضراتكم معنا صفحتنا صفحت بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم من باركة ونجيب عليها في وقت زي وقتنا ده وكمان بنتلقى عليها تجربتكم اللي انتو بتخبرونا بيها ونحن فيه سلام فيه سلام فيه سلام وكنا النهاردة بنتكلم عن سلام التغاضي فبعتونا تجربتكم مع سلام التغاضي على صفحتنا وتعالوا نقرأ اول سؤال وصلنا على صفحتنا النهاردة بيقول ايه لو الزوجة بعد ما شافت على مبايز زوجة رسائل حب طبعا شافتها صدفة طبعا رسائل حب مع واحدة متجوزة وكاتب في الرسائل انه بقى لهم سبع سنين وحصلت مشاكل وصلح لكن ظاهري فقط لكن النفوس مش قبل بعض والصلح ده لان ابنها في فترة تعليمية مهمة جدا زي السنوية العامة بس هم مع بعض في البيت اغراب لسانهم ما بيخطبش بعض هو بيباد فقط ولو عياله محتاجين فلوس بيطلبوها منه السؤال هالربنا يرضى بالاستمرار عشان الاولاد ولا الطلاق افضل ده هالربنا يرضى بالاستمرار عشان الاولاد بس الحالة اللي انتو فيها حالة مش مش مرضية يعني دي حالة رضية يعني ليه حالة رضية لان في الحقيقة ان الحالة دي لابد ان بقى فيها خبراء انا اعرف ناس قعدوا في الحالة اللي انتو فيها دي عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة ازاي يعني قعدوا خمسة وعشرين سنة على هذا الانفصال العاطفي الانفصال عن بعض وكل واحد في حتة لدرجة ان هم كانوا مؤسسين اعتقادات ما لقاش دعوة بالواقع هو مؤسس اعتقاد ان هي خلاص بتكره وما عنداش احساس نحويته وهي رفضاء واحنا عارفين ان بدل واحدة قاعدة لسه راضية ان هي تقعد في مكان واحد حتى ولو علشان الاولاد صحيح بيبقى الحب انخفض الى ادنى مستوياته بس هم لسه في حب يعني كان ممكن يبقى فيه ايه في محاولة للتغيير وهي وهي متصورة ان هو كل يوم بيكون مع واحدة وهو للأسف هي كان الخطأ اللي اخطأه دوته لما ربنا كتب ان هو اظهره ده تاب الى الله وخلاص بقى مكرس حياته لبيته واسرته بس هم ما فيهموش كده عاشوا بهذا التصور الخطأ وعاشوا بيه حياتكم كلها وعاشوا بيتمرغوا في سوء الظن اللي ربنا قال اجتنبوا كثيرا من الظن هو بيظن وهي بتظن عشان فيه خطأ تم ولم يعالج بطريقة صحيح حضراتك بتقولي هل حرام ان انا اعود عشان الاولاد انا بقول لا انا لا ارى ان الطلاق يكون قبل خطوات لازم بيه خطوات قبل الطلاق ما فيش حاجة اسمها عشان باسم حدش يقول انتوا بتمنعوا الطلاق خالص لا انا بمنع الطلاق الذي اسميه الطلاق لارعن الطلاق غير المدروس الطلاق الذي هو في الحقيقة يفسد الحياة ودينا شفنا الطلاق لارعن عمل ايه في حياتنا كلف المجتمع قد ايه اولاد طلاق وكلف المجتمع قد ايه اولاد شوارع وكلف قد ايه المجتمع قطع في العلاقات وسيدات تعاني معاناة شديدة واباء مكلومين وعندهم وجع ومشكلات رؤية مشكلات لا نهاية لها فما فيش اي حد عاقل في الدنيا لما حد يجي يسأله انا عندي مشكلة في حياة الزوجية مهما كانت المشكلة دي اتعايش مع المشكلة دي ولا اتطلق فيقول له اتطلق ده انسان غير رشيد انسان غير رشيد وهذه النصائح اللي بنسمعها في جروبات وبنسمعها ساعات على السوشيال ميديا هي دي اللي عملت فينا كده خلت السيدة تشعر بانها تهان اذا ايها عاشت متفضلة بالعكس الجواز اصلا بيبني على التفضل كونك قاعدة في الجواز ده ده انت بتعملي خير ليكي والاولادك فانت اكتر واحد مستفيد من ده مستفيدة ايه؟ مستفيدة ان انت لسه في اسرة ما هدتيش الاسرة فاقواع تقولي لنفسك ان انت بتزباحي نفسك ولا بتضحي بنفسك من اجل اولادك هذا كلام النفس الامارة بالسوق انت بتعملي كده علشانك قابل اولادك بتعملي كده عشان انت ما تهتزيش ما تفضل متزنة لو انك انت بتعملي الكلام ده عشان اولادك بس يبقى انت فيه خطأ منهاجي في عقلك انت بتعملي الكلام ده علشان نفسك علشان الطلاق قرار ما هو السهل ما هو السهل على نفسيتك وما هو السهل للغاية دلوقتي في مجتمعنا ما زال حتى الان احنا عندنا وصمة اسمها وصمة الطلاق واحنا هنتكلم في وقت من الاوقات عن الوصمات وزي الانسان يتعالج يتعامل مع وصمات الحياة لكن ده ما يعنيش ان انك انت خدت تجربة الطلاق هتكون تجربة سهلة ولا تجربة مناسبة ولذلك الطلاق عندي زي الكي لما ما نلاقيش علاق خالص عن اضطر نكوي او نبطر العضو بس لا لسه في نفس حضرتك بتقولي هو عنده سبع سنين وقال لها كلام حب ده المستوى التاني اللي رايح للمستوى التالت من مستويات الخيانة الزوجية لان حضرتك ما قولتيش اني بينهم كلام لكن المسألة مسألة ادمان هو ادمانها فقعد معها مدة طويلة طب اللي جيب الادمان يروح بايه يروح بالاعتياد الاعتياد على انكم تكونوا قريبين من بعض الاعتياد بانه يقرر انه يتغير ويتعافى يتعافى يعني ايه يحصل له تعافي من هذه الخيانة وفيه مسلس عندنا اسمه مسلس التعافي بيكون بيبتدي بالاعتذار والاعتراف بالخطأ ثم بعد كده فيه خطة للتغيير ثم تقدير المشاعر والوجع كل ده لو اتعمل بشكل صحيح مهندس زي ما بنعمله في خطة الاستشارات اللي بنعملها في الاحوال اللي زي دي حيب ترجع تاني ممكن تكون بعد شهر بعد ستوشر بعد سنتين بيحصل طب تحصل ازاي دي بقى لما تيجي وتاخدوا استشارة دقيقة يبقى انا بقول لحضرتك حياتك صحيحة وانتي مبتعمليش حاجة مضرة ليكي وللأولادك لكن في نفس الوقت انتو محتاجين استشارة دقيقة فشرفونا في مركز الرشادي الزواجي بدار اللي فتاة المصري السؤال بعد كده وانا لا ارى انه يجوز ان الناس تفضل بهذا لهجران في البيوت والكلام ليكي ولزوجك انتو الاتنين مش محقين في مسألة الهجران دي هذا لا جوز السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم يا شيخ انا مؤطعة اهل جوزي ومش بكلمهم علشان انا مش ادرى اسمحهم خالص من كتر الازل اللي عملوه في حياتي مش ادرى دمروني نفسيا وحماتي معاهم بس بكلامها كل فترة وكمان من غير نفس انا مسافرة وحماتي دي قاعدة معايا في نفس البيت وانا يا شيخ مش ادرى اسمحها مش ادرى اسمحها يا كمان ولا طيقة ابص الحد فيهم تنصحني بايه المسألة دي شويتين تلاتة بيبقى محتاجين نعرف تفاصيل الحاجات اللي حصلت بينكم لان في حاجات ممكن تكون الحل فيها التغاضي حلقة النهاردة يعني واحدة استرستلك على السين حماتك قالتلك كلمة فتغاضتلك على حرف عشان تفاهمك معنى عادي يتغاض عنها دي بس هي قصدة تقلمني وقصدة توجعني وقصدة تضيقني هي قصدة بس انتي دخلت جوانيتها دخلتيش جوانيتها عادي لكن لما توفي على الوحدة للكلام اللي هم عملوه يبقى هنا مفيش تغاضي والعلاقة عا تفسد زي ما احنا شايفين دلوقتي يبقى في حاجات بنقول ان انت بمفروض كنت تتغاضي طب اذا مقدرتش تعيدي بقى التمرين اللي احنا قلناه تعيدي قراءة المشهد مرة ثانية وتحطي نفسك مكانها وتسألي نفسك ايا كانت محتاجة منك ايه او انت بمفروض كنت تعملي ايه غير اللي ايه عملته ده طب وده يعمل ايه عيغير كتير من الامور يبقى في حاجات المفروض كنا نتغاضي عنها في حاجات بنعيد قراءتها عشان نتفهم اللي قدامنا مدام احنا فيه علاقة بنا ويبقى دوات ايه دوات اعمال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه واحد يقول لي هو انت بتقول لنا ان اتغاضى عشان مصلحة يعني عشان مصلحتنا لا احنا شايفين مصلحتنا ان احنا ما نتغاضاش لا انا بقول ان التغاضي عشان انت مازلت وانت مازلتي امل الله يعني انت مازلتي مش بتصرف حياتك زي ما انت عايزة انت متصورة ان ساعدتك ان محدش ايزيك ولا ساعدتك ان انت لو تقذيتي ما تقفش مع الازية عشان ما تبقيش انت بتقذي نفسك مين انا انا السعادة بدول السعادة ان انت لما حد يقذيك ما تبقيش بقى تعملي بقى زكريات وتكتبي كتب وتحاولي تحكي في مسألة الازة ده لان انت لو بطلتي تعملي كده هترتاح يبقى في حاجات انتغاضة في حاجات بنعيد قرائتها في حاجات بقى بنواجه فيها نتكلم عشان نصفيها وفي حاجات تانية ربعة بناخد موقف منها بس الموقف ده يبقى جزئي في ما يخص الحاجة دي لا انا مش اقعد في الاعدة الفلانية انا حصل كذا 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 وانا مش اقعد في الاعدة الفلانية بعد ده كله ممكن نتكلم بقى على المؤطعة المؤطعة اللي معناها ايه ان معناها دفع الازة دفع الازة بمقدار ما يدفع الازة يعني ايه نعمل البعد ونعمل مسافة بمقدار ما يدفع الازة لكن قبل ما نعمل كل ده المؤطعة بتكون قرار يوقع الانسان في الهجر المحرم انه لا يحل لأحد ان يجور اخاه فاوقع ثلاثة ده واحد ده قاعد معاكي يعني مش جوار بس ده بقى خليط انتو الاثنين مخلطين الحياة فلما واحد الاثنين مخلطين في الحياة مع بعض ما بيكلموش بعض فده من الصعيح صعيح انت ممكن تقولولي انا تخلصت من فكرة الهجر المحرم دي بان احنا لما منشوف بعض بنسلم على بعض بس ما بنعيش مع بعض كويس بس كل واحد فيكم حاسس ان هو عنده حد كده كابس على نفسه في البيت هل من الحكمة ان ده يستمر مش من الحكمة ولذلك اللي حاصل ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه وعداوة كأنه ولين وحميد افتكني ان انت ساعت ما قمت بشيطانتها هي كمان قمت بشيطانتك انت بتقولي ان هي ملعاش حق في شيطانتك هل انت بقى لك حق في شيطانتها وبالمناسبة محدش ليه حق ان هو يشيطن حد لان احنا بشر احنا بشر فأي حد عيش شيطن الآخر فهو في الحقيقة ممكن يكون ظالم مش بس ممكن يكون ظالم ده ممكن يكون ظالم لغيره والنفسه ولذلك انا دي النصيح اللي نصحت حضرتك بيها ان انت تعيدي قراءة الاشياء وان انت كمان تحاول بقدر الامكان ان انت تصرحي وتواجي وتعودي وتحاول تقربي للندوة اللي هيخلي قلبك يرتاح السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجتي تلضع طفلها وهو في بداية الشهر الثالث وهي لان تصوم رمضان بسبب ذلك وبعض الشيوخ نصحوها باخراق فدية مالية بسبب ذلك وعدم قضاء الصوم لانها افطرت بسبب الغير علشان طفلها فما الحكم في ذلك وما هي مقدار الفدية المالية ارجو الرد ضروري جدا اول حاجة عندنا تلات اسئلة السؤال الاولاني هل يجوز للمرضع ان تفطر نعم يجوز للمرضع ان تفطر طيب ما الحكم لمن افطرت للرضاع التي تفطر للرضاع كالتي افطرت للحمل لان دي الرضاع من مكملات الحمل واحنا بنتعامل مع الحمل على انه كأنه مرض طيب ويبقى ايه اللي حاصل يبقى لو افطرت لاجل الرضاع عليها ان تقضي ايام اخر تقضي ايام تانية طب هي تدفع الفدية اللي بيدفع الفدية ده وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه يعني ايه يعني على الذي لا يستطيع الصيام مرة ثانية اطباء قالوله ايه مش هتقدر تصوم تانية اطباء قالوله ايه مش هنقدر مش هتقدر تصوم تاني فبيطلع فدية لكن الست المرضع والست الحامل بعد ما تنجب بعد ما تلد وبعد ما ترضع هي تستطيع ان الصيام فيبقى ايه اللي حاصل يبقى عليها ان هي تقضي هذه الايام ولا تدفع الفدية يبقى ايه اللي حاصل يبقى هي تقضي الايام ولا تدفع الفدية طب الفدية مقدرة كام تلاتين جنيه طب هي هتدفع الفدية لا هي تقضي الأيام وليس عليها فدية يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن سلام من أهم السلامات التي يمكن أن نعيش بها سلام يشرح الصدر ويريح البال وينزل الأموم من على الأكتاف ويجعل الحزن لا يصيب قلبك وهو سلام التغاضي عيدوا قراءة المشاهد مرة ثانية وضعوا أنفسكم وتفهموا مواقف وظروف من حولكم وفي نفس الوقت لا تتركوا فرصة للنظر الأسود يتحكم فيكم وانظروا للأشياء بنظرة إيجابية تخرجكم من هذا التفكير السلبي الذي لا يقع إلا على الأخطاء وحاولوا تدعوا لنفسكم أن أنتم تكونوا متغاضين وكمان ادعوا للآخرين أن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه إذا فعلنا ده إن شاء الله نكون من أهل سلام التغاضي اللي بينزل بردا وسلاما على الأفئدة اللهم اجعلنا من المتغاضين واجعلنا دوما بهذا الخلق مع سيد مرسلين صلى الله عليه وآله وسلم أكرمنا بذلك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين